مجلس أمن النمسا يرفض مقترحات حزب الشعب في مكافحة الإسلاموية المشتبه بهم في الهجوم على حفل سويفت يعيشون ظروف معتقل جوانتنامو عمدة بينا يدعو إلى تنظيم شامل للمساعدة الاجتماعية وربطها بالاندماج قرفة العمل ترفع مستوى مراقبة مكافحة الاحتيال والعمل بالأسود النمسا تحذر من خطر هجوم أوكرانيا على روسيا وتسجيل 494 حادثا في الطريق إلى المدرسة العام 2023 مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم رفض مجلس الأمن القومي النمساوي مقترحات المستشار كان نيهما من أجل مراقبة رسائل فورية وتعديل قانون الأحزاب بعد إحباط هجوم على حفل تايلور سويفت كما رفض المجلس تمديد فترة الاحتجاز لمن لم يتخلوا عن التطرف في المقابل حصل اقتراح لفحص جهاز حماية الدولة على دعم واسع ودع حزب الحرية وحزب الخضر لتفعيل لجنة الرقابة على جهاز المخابرات وحصلوا على تأييد من الأحزاب الأخرى فيما كان حزب الشعب الوحيد الذي عارض ذلك وحظيت القواعد الجديدة على موظف الأمن بدعم الأغلبية بينما تم إسقاط اقتراح حضر الإسلاموية أعرب محامية دفاع الشابين المتهمين بالتخطيط الهجوم على حفلات تايلور سويفت في فينة عن استياءهما من ظروف الاحتجاز وتقييد حقوق الدفاع وشيرين إلى أن موكليهم يحتجزان في عزل تام بدون زيارات في ظروف تشبه معتقل جوانتنامو سيء السمعة واحتجز الشخصان بتهمة دعمهما لتنظيم داعش كما أعرب المحاميان عن غضبهما من عدم استماح لهم بالاطلاع على ملفات القضية معتبرين ذلك تقييدا لحقوق الدفاع فيما أعلنت النيابة العامة في فينة عن توليها التحقيق في هذه القضية وسط شقوق من محام الدفاع حول قدرة المتهمين على تنفيذ الهجوم المزعوم مؤكدين عدم صحة المعلومات التي تفيدوا باعترافهما الكامل دع عمدت فينة ميخايل لودفيج إلى تنظيم شامل للمساعدة الاجتماعية على مستوى النمسا بحيث تدار المساعدات للأشخاص القادرين على العمل عبر مكتب العمل AMS وأياد رئيس الحزب الاشتراكي أندرياس بابلا الاقتراحة الذي يشمل أيضا برنامج تكامل لمدة عامين لطالب اللجوء المؤهلين واقترح لودفيج فصل دعم الأطفال عن نظام الحد الأدنى للأمان الاجتماعي وتقديم خدمات عينية مثل الوجبات المدرسية المجانية وقد أثار الاقتراح جدلا حيث انتقده حزب الشعب والحرية محتبرين أن المساعدات الاجتماعية مرتفعة للغاية ودعم حزب النيوز الاقتراحة مشيرا إلى أنه يحقق توصية ديواني المحاسبة اكتشفت غرفة العمل في فيينا أربايتا كاما تزايدا في حالات الاحتيال الاجتماعي في قطاعات مختلفة مما دفعها لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة هذه الظاهرة ووفقا للغرفة تشمل القطاعات المتأثرة البناء والعمل المؤقت والمطاعم والتنظيف والنقل وأفدت الغرفة بأن بعض الشركات تلجأ إلى أساليب مجبوهة لتحقيق ميزة نفسية مما يزيد من تحقيق حالات الاحتيال ولذلك تعاملت الوحدة الجديدة مع 95 حالة منذ إنشائها مما أصفر عن تقديم 11 بلاغا قانونيا وتدعو غرفة العمل إلى زيادة الرقابة وحماية حقوق العمال من الاستغلال وضمان دفع الأجور المستحقة في الوقت المناسب أكدت شركات الغاز ومؤسسات تشغيل شبكات النقل في أوروبا أن المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية بالقرب من خط أنبيب الغاز الروسي لم تعطل الإمدادات على الرغم من تقليص الاتحاد الأوروبي احتماده على الغاز الروسي منذ 2022 باستثناء النمسا وأوضحت شركة جاس كونيكت النمساوية أنه لا توجد تقلبات في الضغط وأن التدفقات طبيعية بينما أكدت جاس برون استمرار الإمدادات عبر بلدة سوتكا الحدودية وآضفت هيئة تنظيم الطاقة النمساوية إي كنترول أن النمسا لا تواجه حاليا مشكلات في الإمدادات بسبب مستويات التخزين المرتفعة رغم استمرار احتمادها على الغاز الروسية أعلن نادي النقل النمساوي عن أهمية تدريب الأطفال على طرق المدارس قبل بدء العام الدراسي في النمسا مشيرا إلى ضرورة توجيه الأطفال لضمان سلامتهم في الطريق إلى المدرسة وفي تقرير حديث وقعت 450 حادثة على طرق المدارس في العام الماضي مما أدى إلى إصابة 494 طفلا ووفاة اثنين مسجلة زيادة في الحوادث العام الثالث على التوالي وأوصى النادي بتدريب الأطفال على الطرق الآمنة وتقليل عدد الشوارع التي يجب عبورها وتوسيع مناطق الحظر أمام ممرات المشاه لتحسين الرؤية ويدير النادي خريطة إلكترونية تتيح الأباء الإبلاغ عن أماكن الخطر ليتم تحويلها إلى السلطات المحلية كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثينة سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة